ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله المهاجرين خاصة المسلمين منهم الشاب المغربي ياسين وخلال تواجده ببلدة صغيرة ضواحي مدينة بادوفا عتر في طريقه على مبلغ مالي قدره 1300 يورو أي حوالي 13000 درهم مغربي غير أنه بدل أن يضعها في جيبه ويمضي إلى حال سبيله قرر أن يسلمها إلى أقرب مركز للدرك الكاربينيري في انتظار أن يتقدم صاحبها ببلاغ في الموضوع وبعد مدة قصيرة اتضح لمصالح الكاربينيري أن المبلغ الذي عتر عليه الشاب المغربي ياسين ضاع من عجوز في غفلة منها حيث تم استدعائه لتسليم المبلغ الذي عتر عليه بحضور السيدة العجوز وزوجها وتم إخباره حينها أنه وفقا للقانون الإيطالي يحق له أن يأخذ 10% من قيمة المبلغ أي 130 يورو غير أن ياسين رفض ذلك وأصر على إرجاع المبلغ كاملا لصاحبته واكتفى بالقول لا شكرا على واجب